أهلاً وسهلاً بحضرتكم الأستاذ عبير من فانزويلر تسأل إنها في مكانة هناك مش لقية فقراء مسلمين وعيزة تطلع زكاة الفطر وهي ما بعثتش لبلدها في لبنان فهي تعمل إيه؟ هو الأصل عشان بس نبقى فاهمين الأصل وبعد كده نشوف ما ينبني عليه الأصل فيه الزكاة الواجبة وزكاة الفطر برضو إنها بتصرف للمسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم تأخذوا من أغنيائهم والضمير هنا يعود إليهم إلى المسلمين تأخذوا من أغنيائهم وتردوا على فقرائهم دقوا جمهور الفقهاء أجاز السادة الأحناف صرفها لغير المسلمين من أهل الكتاب طبعاً من أهل الكتاب غير المحاربين اللي هم عايشين معانا في سلم وأمان عند الأحناف يجوز إخراج زكاة الفطر لأهل الكتاب غير المحاربين وإحنا يمكننا قد طاقتنا يعني وقد المتاح بالنسبة لحضرتك أنا مش عارفة إيه ظروفك إن إحنا نوفق ما بين الاتنين إن الأصل إنها هتكون للمسلمين فإن فاضت الزكاة يعني سواء الزكاة دي أو غيرها فاضت عن حاجة المسلمين أعطيت لغيرهم من أهل الكتاب من غير المحاربين ويمكن إذا أنت في إيديكي تنقلي زكاة الفطر لفقراء المسلمين في البلد بتاعت حضرتك إذا دا متاح فبها ونعمة وإن لم يكن فتقدري حضرتك تطلعيها لأهل الكتاب معك هناك في البلد المقيمة إنسي فيا